كل الترحيب بضفنا الكبير العزيز العظيم الأستاذ سعيد شيمي أحد أهم مدراء التصوير المصريين والعرب منورنا صاحب الروائع السينمائية العظيمة إزاي حضرتك الله يخليك كله تمام الحمد لله الحمد لله على السلامة الله يسهل ربنا يدي حضرتك الصحة يا رب الحمد لله أستاذ سعيد أنا طول عمري نفسي أشوف حضرتك علشان أسأل تحديدا على ضربة شمس بس ده ضربة شمس الفيلم السابع في حياتي بس أنا ضربة شمس للنسباني فيلم مزهل الجديد فيه إنه كله متصور بره بلاتو يعني كله في الأماكن الحقيقية وفي نفس الوقت وفيه طبعا تشويق وده يرجع كمان للمخرج محمد خان محمد خان الله يرحب في الطفولة مع بعض واحنا الاتنين بنحب السينما قوي قوي فكان عندنا حلم في حياتنا إن إحنا أنا بقى مصور هو بقى مخرج ضربة شمس حقق الحلم ده فهقول لك محمد قالهولي بس بعدين يعني لما نور هيعمل الفيلم نور قال له نور الشريف قال له أجيب لك أحسن مصور ميسا عيش شيمة ده أنا مكنت برضو مشهور يعني كنت جديد مشهور في التسجيلة لكن مش مشهور في الرواية قال له لأ سعيد شي من هيعمل الفيلم خلي بالك ده أول فيلم لمحمد ودي فرصته آه فقال له قد كده أنت متمسك يعني قال له أه سعيد هو اللي هيعرف هيعمل الفيلم ده لأن السعيد اشتغل كتير في الشوارع وكده في التسجيلة بس طبع التسجيلة بعيش ممثلين يعني فا وكده طبعا بعد كده نور بقى الله يرحمهم الاتنين بقى صديق وحبيبي وعملتنوا الأفلام كتير جدا خد بالك لكن اتمنوا لأنه تملي المنتج طبعا نور هو المنتج تملي المنتج بيبقى له راجل في الاصطف يقول له الأخبار أول باول خد بالك طبعا إحنا أغلبياتهم بإحنا عارفانهم يعني فالأخبار بتروح له بقى دول شغالين جامد مش عارف ايه بتاع لأنه نور أول سؤال بعد ما عجبوا السيناريو قالوا انتو ازاي حتنفذوا الفيلم ده الفيلم ده حتنفذوه ازاي لأنه طبعا في السيناريو اللي كتب السيناريو فايز غالي اه طبعا ازاي حتنفذوا الفيلم ده في الشوارع وكده طبعا ربنا وفقنا طبعا وكان أول فيلم فعلا يلفت النظر الموضوع وبعد كده بقى الله يرحمه برضه عاطف الطيب لما عملنا السواق الأوتوبيس كله في الشارع كله في الشارع كله في الأماكن ده كمان راح ملاء الدكرور شقة نور الشريف الزوجيف ملاء الدكرور وكان عنده نظرية أنه الممثل لازم يحس في البيئة اللي هو بيمثلها رحنا شبرة مثلا في كذا فيلم الحب في أهضب تلهرم وملف في الأداب رحنا ملاء الدكرور كان لازم دي نظرية عاطف بقى يعني أن الممثل يحس هو عايش فين ده بيدي بعد للممثل في فيلم ملف في الأداب خلي مديحة كامل سكنة في الترب وهي مروحة بالليل وكده وفعلا صورنا في الترب يعني ده طموح تسكن في شبرة وتتجوز أحمد بدير ففعلا أنا كنت محظوظة اشتغلت مع مخرجين كواسين